خذ ضبط الوقت وترتيبه أيها الحاج وغير الحاج حالة أملك لمناسك الحج هناك دقة متناهية وقت عرفة يبدأ بوقت محدد وجوب الوقوف فيها ينتهي بوقت محدد أذن المؤذن أي طلع الفجر في يوم النحر من لم يقف بعرفة لم يقف عرج على مسألة الصلاة دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة قبل دخولها بثانية لم تجب لم يصح فعلها تأمل في الصيام دخول وقت الفجر إيذان بفعل وجوب الصيام آذان المغرب غياب الشمس إيذان بانتهاء وجوب فعل الصيام ألا يدل هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الأمة يدعوها ربها إلى أن تضبط الأوقات وأن ترتب حياتها على الأوقات كلها عبودية لله عز وجل لأن الجميع كله سيعرض على الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حسيبا